أسعد الله مساءكم بكل الخير سجل في المملكة لهذا اليوم 634 إصابة بحالة بفايروس كورونا وبالتالي يصبح عدد الحالات التراكمي التي دخلت مستشفيات المملكة المعتمدة 5679 حالة وقد توزعت الحالات كما يلي 7 حالات من فنادق الحجر الصحي 273 حالة من محافظة العاصمة 29 حالة محلية محافظة الكرك 120 حالة محلية محافظة البلقاء معظمها في المناطق المعزولة 31 حالة محلية في محافظة إربد 92 حالة محلية محافظة الزرقاء 5 حالات محلية محافظة جرش 52 حالة محلية محافظة معان حالة محلية واحدة في محافظة عجلون 17 حالة محلية محافظة مادبة حالة محلية في محافظة الطفيلة و 6 حالات محلية في محافظة المفرق كذلك سجلت حالة وفاة لسيدة ثمانينية في أحد مستشفيات المملكة لها الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان وبالتالي يصبح عدد الحالات المحلية لهذا اليوم 627 حالة كذلك أجري اليوم 12200 فحص مخبري ليصبح مجموعة الفحوصات المخبرية مليون و 95 الفحص و 748 إن الزيادة في الحالات هذه الزيادة الكبيرة تدل بأن علينا اتخاذ إجراءات شخصية للمحافظة على الأهل فإن أي فرح يقام مخالف لربما يتحول إلى ترح عندنا ناس آخرين من معازيمك و كذلك أي بيت عزاء لربما يصبح بيت عزاء عند ناس آخرين قدموا للعزاء فبالتالي علينا جميعا اتخاذ جميع الإجراءات بالتباعد الجسدي و لبس الكمامة و غسل اليدين و المحافظة على أهلنا و وطننا حماكم الله و حما الوطن وقيادته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته